اشتركوا في القناة على بنات المسلمين يخشى على نسائهم ولذلك تجد أن بعضهم أنا أذكر رجلا في السوق كان رجلا بائع يعني يمازح زبونه فكانت تضحك له وكان يضحك لها فتقدم ومسك يده وسلم قال والله لو أن الرجل غيرك وهذه كانت أختك ما رضيته أن يغازلها كانت رسالة محبة فضمه البائع قال لقد أبلغت لأني رأيت الشفقة والمحبة في عينك لو كانت أختي ما رضيت قال لا والله ولذلك الغيرة حماية ورعاية لكل حرمة ولذلك في الحديث إن الله يغار إن الله يغار وغيرة الله أن ينتهك عبد ما حرم سبحانه وفي الحديث الآخر وفي الحديث الآخر انتهاك الفواحش ما ظهر منها وما بطن غيرة المؤمن أن لا ينتهك حرم أهل الله سواء مستترة أو كانت علانية ولذلك نقول إن خلطة المنكر ويا من أدمن النظر للحرام في المواقع الإباحية يا من يكثر السفر والسفر جميل لكنه يسفر عن أخلاق الناس البعض إذا سافر انتهك حرمات الله فقد يبتلى هذا الذي انتهك حرمات هناك أن ينتهك حرمته هنا ولذلك من الأسباب أن بعض الأزواج لربما ارتكب جريمة ففضح أمام أهله ولذلك لربما كلما قال يا قد هذا الإيمال في الصوت لتقطع صوته لأنه يتذكر ماذا يتذكر تلك الخبيئة من عمل السوء وليس من عمل الصالحات ولذلك من أسبابها ولذلك نقول للرجل ليبقى رجل إياك وأن تنتهك حرمات الله خاصة في السر فلربما فضحك الله وهنا ملحظ يا أستاذنا الغالي أن بعض الذين ينتهكون حرمات الله ولا زالوا يواصلون دون أن يتوبوا من غيرة الله من غيرة الله والغيرة صفة من صفات الله صفة من صفات الله نحن كالرضا وكالغضب سبحانه وتعالى فمن غيرته سبحانه على حرماته التي انتهكت وأمهل هذا العاصي ولا زال يعصي لربما ابتليه وفي حرمة له كما أن حرمات الله ما أقمت لها وزنا والله يغار وأنت لا تغار قد يسلط الله عليك في ما تحب وفي محارمك ما ينتهك ولا تستطيع أن تقتص ولا تستطيع أن تنتصر بسبب أن الله أمهلك أمهلك بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم بتكميلها بوعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم